اشتركوا في القناة في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة تلك الجهات من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل الإسهام بارتقاء الحركة الرياضية بالمملكة والتقاسمه خلال الزيارة برئيس نادي الرفاع سعادة الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة والنائب الثاني لرئيس نادي البحرين للغولف السيد حمد سالم العاثم ورئيس نادي مدينة عيسى السيد أحمد جاسم العكبري ورئيس نادي الخلدية السيد محمود جناحي وعدد من أعضاء الناديين وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس نادي الرفاع والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر وأشهد سموه بجهود الأندية من خلال إقامتها للفعاليات واحتضان الشباب البحريني في الفرق الرياضية والمشاركة في المسابقات على الشكل الذي يسهم مشاركتها في النهوض بالرياضة البحرينية واستمع سموه إلى إيجاز من رؤساء وممثلي الأندية حول الخطط المستقبلية التي تسعى الأندية لتنفيذها خلال المرحلة القادمة لضمان استمرار الجهود بهدف تطوير الكوادر الإدارية والفنية ورفع مستوى الفرق ومنتسبيها لضمان المواصلة في المشاركة الحقيقية في بناء وتقدم القطاع الرياضي وقال سموه نقدر العطاء الكبير للأندية الوطنية ومساهماتها الواضحة في خدمة الرياضة فالأندية شريك رئيسي في تنمية وتطوير هذا القطاع الهام ونتطلع لمواصلة دعمنا للأندية بهدف زيادة معدلات التشغيل لضمان استدامتها للعمل وفق نظام الحوكمة والذي يسهم في تطويرها على الصعيدين الإداري والرياضي وأضاف اسموه نسعى لتعزيز جسور التواصل مع الأندية الوطنية من خلال السياسة التي انتهجناها للاستمرار في دعم الأندية ونهوض بها ورفع مستوى وكفاءة منتسبيها والتأكيد على الدور المحوري الذي تطلع به الأندية في الرياضة من خلال مساهمتها الكبيرة في بناء شخصية الرياضي وتنمية قدراته وتعزيز ثقافة التنافس والفوز وتهيئته للمشاركة بالمسابقات وتمثيل المنتخبات الوطنية بالصورة المشرفة لتحقيق النتائج المتميزة من جانبهم عبر رؤساء الأندية عن سعادتهم بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ خالد بن حمد مقدرين الجهود المميزة التي يبدلها سموه في خدمة تطوير وارتقاء الرياضة بالمملكة مؤكدين أن هذه الزيارة ستدعم بشكل واضح العمل على تنفيذ كل الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير الجوانب الإدارية والفنية بالناديين بالصورة التي تدفعهما لمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة البحرينية حقيقة نتشرف اليوم زيارة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد هذه الزيارة لا شك أنها تعطينا دافع لعمل المزيد وبذل المزيد لهذا النادي بشكل خاص وليغيظة بشكل عام وهي زيارة عزيزة علينا وزيارة اشتقنا لها الحقيقة وبالعكس هذه تعتبر لأننا أكبر دافع لتقديم المزيد في الرياضة ولا شك أن سيدي سمو الشيخ خالد هو الدعم الأول لهذا النادي في السنوات الأخيرة بفضل رعاية شركة كي أش كي والحقيقة نتطلع لهذه الزيارة والميمون وإن شاء الله ننسجلها وتكون للتاريخ إن شاء الله باسم الشيخ عبد الله مسلمان وباسم الفريق دياب بن ساق نايمي رئيس هجارة كركان وباسمي وباسم جميع الأعضاء نشكر زيارة سمو الشيخ خالد زيارة مباركة إن شاء الله على حضورها هذه النادي وهذه أول زيارة يقوم فيها إن شاء الله لأنه إن شاء الله تكون زيارات متكررة تشرفنا اليوم بزيارة سمو وهي زيارة الأولى للنادي الخالدية لها أثر كبير على قلوبنا وتزيدنا حرص على العمل بتوجيهاتهم بالنهوض بالاتحادات والرياضة إن شاء الله والشباب في مملكة البحرين طموح يعني أكيد اليوم حق مشروع لجميع الأنديل تشارك في أي منافسة أنها تطمح للبطولة فإحنا طموحنا إن شاء الله نظهر بأفضل صورة ونقدر نساهم بتطوير الكرة في مملكة البحرين تشرفنا اليوم طبعا بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد في نادي مدينة عيسى طبعا حيث أن هذه الزيارة يعني كانت تتمثلنا شرف كبير في نادي مدينة عيسى ونحن نشكر اهتمام سموه وقائد شاب في هذه المرحلة أن نبدأ بمبادرات جدا جميلة زياراتها للاتحادات والأندية وبدأ زياراتها للأندية فردية وهذه طبعا هو اللي يحتاج لها كل نادي في الأندية في البحرين أن يحسون أن هذه الشاب واقف معهم ويلبي طموحات الأندية الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر